زي ما قلت لحضراتكم النجاح متراكم ومستمر عبر إدارات مختلفة لازم نفيها حقها وعبر منصات متعددة بتعطيك مصدقية لأن محلية اللي دي احنا شفنا هذه يعني هالجوائز تمنح بشكل مستمر وفضائيا على المستوى العرب ولو رجعنا بالزمن يعني بتالي عشان نختصر المسافات عايزين نرجع كده في خطوة للبدايات شوية هل كنا بناخد جوازه ولا مكناش القناة الآلة جماعة رأت النور في أغسطس 2008 كان مجلس إدارة الكابتن حسن حمد ربنا يديله الصحة وطولة العمر بزل جهود كبيرة جدا لإحداث هذه الضربة المهمة جدا واطلع بهذا الملف الكابتن حسن ومجلس إدارته وكانت هذا الانطلاق الكبرى لقناة الآلة أغسطس 2008 بالتعاقد مع شركة راديو التلفزيون العرب ART هي اللي تولت الإدارة في بداياتها الحقيقة يمكن أرشيف القناة مش موجود لأنه في حوزة ART لكن في 2011 كانت الصحف والمواقع تتحدث عن قناة الأهلي تفوز بجائزة أفضل قناة رياضية عربية وده يمكن اللي نقلوا اليوم السابع في 2011 قناة الأهلي تحصد جائزة أفضل قناة رياضية زي ما أنتم شايفين وقال الخبر ساعتها كان بالتسلم الجائزة الأستاذ محمود البطة عليه رحمة الله وهنا يعني يمكن دي مناسبة نحن نترحم ونشكر كل من عمل على إضاءة شمعة في مسيرة قناة الأهلي الحافلة بالجوائز واللي الحياة قدت كتير جداً مع كل إدارة تولت إدارة القناة من خلال النادي كان الحياة الكل بيبذل كل الجاة لأن تبقى قناة الأهلي الأولى دائماً باش منزل الحياة الجاة دي بجزات باعتبرها يعني تخصنا شوي لأن احنا التطور حصل إزاي جماعة القناة لمت مجموعة من الإعلاميين ابتدت بيها فكان والراضيين اللي هم أصحاب الطعم الخاص فكت موجود والأستاذ إبراهيم المنيسي موجود والكابتن سايد عبد الحفيز موجود والأستاذ محمد الليسي موجود محمد الجند وياسر أيوب بعد كده وضيفة ياسر أيوب كابتن محمود بكر الله يرحب لا أنا بكلمك على التطور بقى فقناة بتدت ب برنامجين الأهلي اليوم كان بيتقدم أربعة أيام في الأسبوع وكان بيتناوب عليه أنا والكابتن سايد عبد الحفيز والأهلي ميديا وده كان أول مرة يتعمل نقلة من الميديا لشاشات القنوات الرياضية عن طريق الأستاذ إبراهيم المنيسي والأستاذ محمد الليسي رأت القناة بعد سنتين على فكرة الفترة الأولانية دي ابتدت القناة بداية قوية جدا صدفنا فيها يعني كابتن جوهري جيه كابتن مانو جوسي جيه الوزير عبد المنعمارة جيه الدكتور كاماد درويش جيه عمار الشريعي جيه يعني حلقات تاريخية صلاح منتصر صلاح منتصر فاهم عمر أنا صدفت كل هذه القناة وكان لها الشرع بعد كده قدرت القناة أرادت أن تطور فقالت لا هنعمل لكل واحد برنامج فالأهل اليوم حيقدمه كابتن سالم الحفيز الأهل مدي حيقدمه أستاذ محمد الليسي وعدل الخير أستاذ إبراهيم المنيسي يفكرون في حاجة يقدمه وكانت فكانت انطلاقة مالك وكتابة لما قلنا طب إحنا الاتنين هنعمل شكل جديد إن إحنا نتقعنا الاتنين نعمل برنامج يعتمد على التوطيق وعلى الصوت والصورة إنت قلت إيه ودلوقتي بتقول إيه والحادث موثق إزاي وبدأت بدأت تاريخ يفرد نفسه من خلال الصوت اللي أصبح 920 وبعد كده طور 920 حلق أصبح النهاردة 920 حلق النهاردة الحمد لله مستمر يعني ما فيش ثنيات استمرت في تاريخ الإعلام استحملتين كتير ومستعدة شيئة كواجر بيك لس فالإلاء زميل زي الأستاذ بريمي نيسي يجب أن يستمر معه تقييمة كبيرة ويلاقي قناة يعني هي حتى مني يعني هو كان مشروع انطلق من النادي الآلي وكلفت به إدارة التسويق الإستثمار تحت إشرافي وجبنا مفقات مجد الشعب وجبنا مفقات الوزارة وأنشأنا شركات والحمد لله النجاح مستمر وسيف يتطور لأنه في إيد شباب في شباب دلوقتي دخل يقدر عليها دي كانت مسيرة قناة الأهل يا جماعة اليوم القناة في قيمة توهجها في الصدارة شأن كل شيء خص النادي الأهلي بفضل توفيق الله سبحانه وتعالى ودعم وثقة جماهير النادي الأهلي اللي دايماً بتحط الأهلي النادي والقناة وكل ما يتعلق بالأهلي في المقدمة ويا ربي دايماً إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر